احنا ولادك يا بلادي بتجرف دمنا احنا اللي لما بتنجينا في اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة اطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان والتي تستهدف بها تخفيف الاعباء عن كهل الاسر المصرية في المناطق الاكتر احتياجا وتأتي من منطلق حرص وزارة الداخلية على تفعيل مشاركاتها الانسانية والاجتماعية من خلال هذه المبادرات يا مصري اللي شمسك لا يمكن تغيب انا جنب التمالي ومنك قريب انا ادي لك عيني وقدي المسهول ادي الكارتونة دي فراحت ناس كتير كمية الكارتين اللي اتمرأت المرضى ساعدت ديوت ناس كتير قوي يا ريز توزع لنا كارتين وصعر قطة خارك اللي انت فكرنا ومش ناسينا نشكره طبعا على اهتمامه بينا وقفيتم معانا نشكركم انتو على اهتمامكم بينا وكارتين اللي انتو سلمتوانا وبتدوانا دي ويشكر من السمى للارض واحنا كلنا واحد تستهدف المبادرة توزيع مساعدات عينية على الاسر والسيدات المعيلات قاتل المناطق الاكثر احتياجا حيث قام قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية بالتنسخ مع قطاعات الوزارة المعنية ومدريات الامن بتوزيع هذه المساعدات بعدد من المناطق بمختلف المحافظات وسط اشادة كبيرة من المستفيدين من المبادرة بدعم الوزارة المستمر لهم تضمنت المبادرة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية شاملت مختلف التخصصات قام اطباؤها باجراء الكشف الطبي على المواطنين المترددين عليها في اماكن جهزة لهذا الغرض مع صرف الادوية اللازمة لهم عرفت ان فيه مبادرة كشف مجاني دخلت اكشفت اللي كشفوا علينا زباط وكان الكشف بصراحة يعني الدنيا منظمة جدا وبعد الكشف اخذنا العلاج مجاني برضو حملنا كشف البلاش وعلاج ببلاش بساعة ربنا تؤكد مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة المواطنين بمختلف المحافظات بخاصة الاكثر احتياجا والسيدات المعيلات لتوفير حياة كريمة لهم فهذا دور انساني واجتماعي تحرص الوزارة على تفعيله لتحقيق التواصل مع كافة فئات مجتمع سمان هو بلدي جدا ريش من بعدها وكلنا مؤمنين بحبها من سنين